النبي صلى الله عليه وعليه صلى الله عليه وسلم يروي لنا قصة عجيبة يذكر لنا فيها أن المولى سبحانه وتعالى إن الله أراد أن يختبر وأن يبتلي إن الله أراد أن يبتلي ثلاث أقرع وأبرص وأعمى فأرسل الله له ملك فذهب الملك إلى الأبرص وقال له يا هذا ما تريد فقال أريد جلد حسان ولون حسان حتى يذهب عني الذي به يستقدروني الناس الناس لما تشوف جلدي وتشوف شكل يستقدروني فأنا أريد جلد حسان ولون حسان أقصى ما يتمناه الهيئة والجمال الإنسان بطبيعة كائن بشري اجتماعي يحب أن يكون مقبول عند الخلق وإذا بهذا الملك الذي أتى لهم في تلك الهيئة المتنكرة في صورة البشر يمسه عليه فيعود أحسن ما يكون البرص يذهب والجلد يعود لونه حسان ويرجع شكله حسان ويريت الأمر توقف عند كذا لا يدلل ويخيره أي المال أحب لك؟ أي المال تريد؟ أنت أي أنواع المال تبغى؟ قال له الإبل نفسي أتمنى لو عندي ناقة لو عندي ناقتين ثلاثة يا سلام فقير معدم وإذا به يعطى ناقة عشراء وإذا به بعد ذلك تتحول إلى وادي من الإبل ويذهب عند الثاني ذلك الملك يذهب عند أقرع بلا شعر وإذا به يقول له ماذا تريد؟ يقول له كما تراني أنا أريد شعر حسان ولون حسان فيمسح على رأسه فيصبح له شعر أجمل ما يكون ويعاد تعاد هيئته وشكله على أجمل وأحسن ما يكون ثم يذهب إلى الأعمى وهذا هنا معنى جدا مهم تلمس احتياجات الناس وبالذات من يريد أن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى من يريد أن يأخذ بأيدي الناس إلى الخير لابد أن يكون قريب منهم لابد أن يتلمس من احتياجاتهم وكل إنسان عنده احتياجات وضرورات هو يراها من جهتي أنها أهم الضرورات ولذلك لما مر عليهم الملك بادروه مباشرة بأهم الضرورات التي كانت تشغلهم فإذا بهذا الأعمى يقول أريده ما الذي تريده؟ قال أريده أن يرجع إلي بصري فمسح على عينيه فرد الله سبحانه وتعالى له بصرهم قالوا وأي المالي أحب لك الأقرع قال له أي المالي أحب لك قال البقر فأعطيه بقرة حامل والأعمى أعطيه الشاه والد وإذا به بعد ذلك هذا الشاه الحامل والبقر الحامل والناقر عشر يجعل الله سبحانه وتعالى منها واد من غنم وواد من بقر وواد من إبل يعني هيئة حسنة وما الوفير بعد فقر تعرف الفقر أحبتي كما أن الغن أحيانا يكون مصيبة لأنه يجعل الإنسان أحيانا يغتر وينسى خالقه كذلك الفقر مصيبة لذلك رؤية في حديثه إن كان في سند ضعف لكن المعنى يحتاج إلى شيء من التأمل كاد الفقر كاد الفقر أن يكون كفرا ويروى ويذكر عن سيدنا عني بعضهم ينسبها إلى سيدنا عمر بن الخطاب أو سيدنا عني بن أبي طالب لو كان الفقر رجلا لقتلته ليش؟ لأنه أحيانا الفقر الشديد أو الغن الشديد يفتح باب الغفلة عن الله أو الاعتراض على الله سبحانه وتعالى يأتي الفقير يا رب وهذه أنا سمعتها وأظن ربما بعضكم سمعها بعض الفقرة ليش يا ربي تغني غيري وأنا تجعلني فقير يا ربي ليش تعطي غيري العافية وتجعلني أنا مريض فتفتح أحيانا باب الاعتراض لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث في صحيح بن حبان تعوذ قال اللهم أن يعوذ بك من الفقر والكفر فقال لمن اسمع أيعدلان يا رسول الله قال نعم أي أن أحيانا قد يكون الفقر هذا قد يأتي ويكون بوابة إلى الكفر كفران النعمة سوء الأدب مع الله الاعتراض على الله سبحانه وتعالى